حيبايبي الأولاد سنة ثلثة ابتدائي نهاردة الدرس بتاعنا بيحكي عن قصة الشهيد أو القديس مارجرجس مارجرجس كان اتولد سنة 280 لأب اسمه أنستاسيوس كان بيشتغل مسؤول كبير في المدينة أو زي محافظ في وقتنا دلوقتي وممتو كان اسمها ثقوبستي اتولد في مدينة تركيا معروف بألقاب كتيرة زي زي أمير الشهداء مارجرجس الروماني وسان جورج يبقى إيه هي ألقاب مارجرجس ألقاب مارجرجس هي مارجرجس الروماني أمير الشهداء سان جورج طيب إيه هي أسماء وغير جرجس جورجيوس جرجس جورجي جورج جورجيوس جرجس جورجي جورج طيب عيلته كانت عيلة غنية جدا كانوا ناس طاقية يعني ايه طاقية يعني بيحبوا ربنا وعلموا ده منصوره ان هو يحب ربنا وان هو يبقى عنده شجاعة وجرأة وكان لما بقى عنده 14 سنة الملك في الوقت ده كان ملك وسني ولانه عارف انه بابا أنستاسيوس كان بيعبد الله وبيحب الله امر بقتله ولما مات خدته مامته اللي هي ثقوبستي خدته هو واخواته وراحت على فلسطين عاشت هناك اتعلم هناك الفروسية يعني ايه فروسية الفروسية هنا بمعنى انه هو يبقى شجاع يدافع عن الحق يقف جنب الضعيف وركوب الخيل ولانه كان شاطر جدا قدر ان هو يتقدم في الشغل بتاعه ويبقى قائد على خمس تلاف جندي او عسكري اتعلم الشجاعة ودرب نفسه عليها وان هو يبقى عنده حكمة في التصرف في اي موقف بيواجهه كان عنده جرأة جديدة جدا دي تعتبر من صفات مارجرجس عنده صفات تانية حلوة زي المحبة والايمان كان بيحب عيلته قوي وكان بيعملهم دايما باحترام كان بيحب الفقرة وعشان كان بيحبهم باع كل املاكه ودى الفقرة الفلوش بتاعتها كان بيحب وطنه وبيدافع عنه وكان بيحب شغله وعشان كان بيحب شغله وقدر ان هو يوصل لمراتب عالية يعني يترقى في شغله لغاية لما بقى قائد على خمس تلاف جندي والايمان لانه من صوره اتربى على الايمان ومحبة الله حفظه وصاياه وكان عايش حياته وفق التعاليم بتاعت الله قدر ان هو يقف قدام اوامر الملك اللي كان طلب منه ان هو يسجد للأسلام لكن هو رفض ده وتمسج بايمانه بالسيد المسيح ورغم ان هو كان عارف انه لما هيرفض ان هو يسجد للأسلام ان هو هيتقتل لكن رفض ان هو يعمل حاجة زي كده وتمسج بايمانه بالسيد المسيح وعشان كده اتعذب لمدة سبع سنين دخل السجن وتعذب لمدة سبع سنين وفي الاخر استوشية سنة 307 يبقى نهاردة نتعلم من قصة ماري جرجس ان احنا يبقى عندنا صفات زي ايه ان احنا نبقى شجعان يعني ايه شجعان يعني نقف للحق نقول كلمة للحق نقف جنب الضعيف اي حد محتاج ان احنا نقف جنبه او نقول كلمة حق ليه نقولها يبقى عندنا حكمة في التصرف اي موقف بيقابلنا ان احنا يبقى عندنا محبة للناس اللي حوالينا وان احنا نتمسك بايماننا بالسيد المسيح طيب اتولد امتى اتولد سنة 280 في تركيا واستوشية سنة 307 طيب استوشية ليه؟ استوشية لانه رفض ان هو يسجد للاصنام اتعذب لمدة سبع سنين واستوشية ومات سنة 307 طيب عيلته كانت عيلة غنية بابا اسمه انستاسيوس كان بيشتغل زي محافظ في وقتنا دلوقتي ومامته كان اتمهى في اوبستي بابا استوشية او اتقتل بسبب ايمانه بالله لما كان مرجرجس عنده 14 سنة وعشان كده خدته مامته وراحت به على فلسطين هو واخواته طيب كلمة مار اللي هي ميم الفري اللي قبل كلمة جيرجس معناها ايه؟ معناها في اللغة السوريانية كلمة سيد معناها سيد في اللغة السوريانية طيب سان معناها ايه؟ معناها كديس يبقى احنا اخدنا في الدرس بتاع النهاردة اسامي الكديس جيرجس اللي هي جوارجيوس جوارجي جورج جيرجس والقابه اللي هي امير الشهداء وهي مار جيرجس الروماني وسان جورج طيب مار يعني ايه؟ يعني كلمة سيد باللغة السوريانية وسان يعني ايه؟ يعني كديس باللغة اليونانية خدنا ان هو اتولد سنة 280 واستشهد سنة 307 يعني كان عنده في الوقت ده 27 سنة بابا استشهد وهو عنده مار جيرجس يعني عنده 14 سنة ولما استشهد مامته خدته وراحت عايشت في فلسطين اتعلم في فلسطين الفروسية وبقى عشان كان شاطر وبارع في شغله اترقى وبقى قائد على 5000 عسكري من صفاته الشجاعة والجرأة والحكمة والمحبة والايمان لازم نعرف لو جت لنا مثلا في الامتحان اكتب ايه هي صفات مار جيرجس او لو عايز تبقى زي مار جيرجس في صفاته هتبقى هتعمل ايه ان انا هبقى شجاع هتمسج بايماني هبقى عندي محبة هبقى عندي حكمة دي كلها الصفات بتاعت مار جيرجس الاية بتاعت النهاردة بتقول ايه بتقول انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بايمانهم يعني ايه يعني احنا شفنا حياة الكديس مار جيرجس كان عايش ازاي نتمثل بايمانه بالسيد المسيح يعني مهما حصل من اضطهاد او من مدايقات بعض الناس يدايقونا لا نفضل متمسكين بايماننا بالسيد المسيح ده الدرس بتاع النهاردة انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بايمانهم لازم نبقى متمسكين بايماننا ده الدرس بتاع النهاردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر